موسيقى عضية النهاردة حتكون عن أكبر وأخطر مجرم على الإنترنت المظلم واللي كان معروف باسم المفترس الأكثر شرم بس قبل نبدأ كالعادة عندي طلبين ادفوا النور وحطوا السماعات ويلا بيا نبدأ في القصة في أستراليا سنة 1963 اتولد طفل باسم بيتر سكولي ومن ساعة ما بيتر اتولد كان دايما شخصية غمضة وفي حاله معظم الوقت ومحدش عارف تفاصيل عن حياته قوي ولكن المعروف إنه لما كبرت جوز وخلف طفلين من مراته بس مرة واحدة في 2009 بقى عليه 117 تهمة احتيال عقاري عمل إيه عشان يبقى عليه 117 تهمة في الواقع بيتر نصب على 20 واحد وسرق حوالي 2 مليون ونص منهم كلهم ولكن قبل ما يتعرض على المحكمة سافر الفلبين والشرطة كانت مستنياة يرجع لأي سبب عشان يقبضوا عليه ده راجل متجوز عنده عيال أكيد حيرجع بس عايز أقول لكم إن من ساعتها بيتر اختفى خالص وما كانش بيسأل على امراته ولا حتى عياله وعمره ما رجع أستراليا مرة تانية وفضل عايش في جزيرة اسمها من ديناو اللي معروفة بحاجتين أول حاجة إنها فقيرة بشكل غير طبيعي بمعنى إن فيها ضعارة كتير نسبة خلفة عالية ناس مش لقية تاكل وكلام كتير من ده وتاني حاجة ودي حاجة أنا مستغربها الصراحة وهي إن عندهم سرعة انترنت غير محدودة يعني تخيالوا يكونوا بالفقر ده وعندهم سرعة انترنت غير محدودة بس الحاجتين دول خلوا بيتر يكون إمبراطورية فعلا شيطانية عشان بيتر اتعرف على واحدة هناك باسم كارمن آن ألفريز بنت فقيرة وبتشتغل في الضعارة عشان تعرف تأكل نفسها وعلاقتهم بدأت عشان بيتر كان بيأجرها على طول بس مع الوقت علاقتهم كبرت أكتر وبقوا يعودوا سوى مع بعض بفلوس أو من غير فلوس وبعد كده بنت تانية باسم لزيل انضمت ليهم وكانت برضو بتشتغل في الضعارة وفي 2011 بدأوا ينتجوا أفلام من نوع الهيرت كور وده الاسم اللي بيتقال عن أفلام العنف والأذى النفسي والجسدي للأطفال وفتح موقع الدارك ويب باسمه بمعنى متعة بلا حدود عشان ينزل عليه الأفلام المريضة دي البنتين كانوا بيخطفوا الأطفال من الشارع من غير ما حد يشوفهم ومرات كانوا بيغروهم بأكلة حلوة أو لعبة وطبعا عشان دول أطفال فكانوا بيروحوا معاهم لغاية ما البنتين يسلموهم لبيتر اللي كان بينتج ويصور وبيشارك في الفيديوهات دي وأعتقد أني مش محتاج أقول محتوى الفيديوهات دي كان عامل إزاي بس حتى لو تخيلتوا أسوأ حاجة ممكن تتخيلوها دلوقتي فصدقوني الحقيقة كانت أوحش بكتير عشان مش بس كانوا بيعتدوا عليهم جسديا هم حتى قبلها كانوا بيقزوهم نفسيا من أول ضرب بطريقة عنيفة لأنهم يلبسوهم طوق زي الكلاب وحتى بيتر كان بيخليهم يحفروا برهم بأيديهم وكل ده كان بيتصور ويتباع على الدارك ويب بحوالي 10 أو 15 ألف دولار للفيديو والمرعب أن ناس كتير جدا كانت بتدفع وتتفرج على الفيديوهات المريضة دي حوالين العالم أنا مش مصدق كمية الناس المريضة اللي موجودة وسطنا كده عادي ولسه قدام شوية هتتصدموا كمان بنتين من البنات اللي اتخطفوا كانوا روز وامبر اللي عاشوا خمس أيام في جحيم من ضرب لتعذيب لأنهم برضو كانوا بيحفروا قبرهم بأيديهم بس بأعجوبة البنتين عرفوا يهربوا حرفيا قبل ما يقتلوهم زي الأطفال التانيين وطبعا بلغوا الشرطة على طول بس لما الشرطة تحركت على عنوان بيتر ملقوش حد لأن بيتر لما صحي وملقاش البنتين هرب بسرعة مع لزل ولكن الشرطة عرفت تقبض على كارمن واطرفت بكل التفاصيل اللي أنا شرحتها من شوية بس للأسف مهما الشرطة دورت على بيتر ما كانوش لقين له أي أثر بس المرعب إن بيتر موقفش شغل وفضل ينتج فيديوهات أعنف من قبل كده لغاية ما في يوم لزل جابت له 3 بنات وهم باربي اللي عندها 12 سنة ليزا اللي عندها 11 سنة وديزي اللي عندها 18 شهر ولزل جابتهم بعد ما عرفت إن أمهم ماتت وإنهم عايشين مع خالتهم فعرضت عليها إنها هتاخدهم لحد هيقدم لهم تعليم وحياة أفضل وطبعاً الخالة وفقت عشان هتدي البنات دي لبنت زيها فأكيد مش هتقزيهم وأكيد حياتهم عند الناس دي هتكون أفضل من حياة الفقر اللي هم عايشينها بس أول ما البنات راحوا لبيتر كان بيجبر باربي تعذب إخواتها الأصغر منها وطبعاً كان بيصور كل الكلام ده ويباحها بأرقام عالية جداً بس للأسف يمكن أسوأ حاجة عملها كانت سلسلة فيديوهات بعنوان تدمير ديزي وايوة ديزي اللي عندها 18 شهر ومن غير تفاصيل كتير أعتقد إن العنوان موضح مدى بشاعة الفيديوهات دي بس في نفس الوقت اللي كان بيحصل فيه كل ده في الفلبين شرطة أستراليا كانت بتدور على مؤسس موقع شبه الموقع اللي بيتر عمله وكان اسمه هيرت توذاكور وبعد بحث طويل الشرطة عارفت توصل للمؤسس اللي كان شاب عنده 21 سنة باسم ماثيو جرام وطبعاً أبضوا عليه بس ليه بقى ماثيو مهم؟ ماثيو كان صرف فيديو تدمير ديزي على الموقع بتاعه على أمل إنه وجيب مشاهدات عالية بس طبعاً الكلام ده جاب الشرطة مش مشاهدات زي ما كان فاكر وفي خلال فحص الشرطة للفيديوهات اللي نزلت عالموقع شافوا فيديو تدمير ديزي بس لحظوا إن الراجل اللي فيه مش فلبيني ده أستراليا وعرفوا كده طبعاً من لكنته لما تكلم وبعد ما بصوا على السجلات القديمة وضغطوا على ماثيو جرام عشان يقول جاب الفيديو ده منين؟ ساعتها عرفوا إن ده بيتر سكالي اللي بيدوروا عليه بقالهم فترة طويلة جداً وعشان كده كل تركزهم اتحول للأبدع الوحش ده وتواصلوا مع الشرطة الفلبينية عشان يعرفوا كل التفاصيل والمعلومات اللي عندهم وفعلاً بعد تعاون بينهم للأبدع الشيطان ده في 20 فبراير 2015 الشرطة نجحت في اقتحام بيت بيتر وأبضوا عليه وهو حرفياً بما لبسوا الداخلية وكمان أبضوا على لزل بس عشان ما كانش فيه أدلة كافية مشوها أنا مش مصدق بس بعدها اكتشفوا إن البنت المقندعة في فيديو تدمير ديزي كانت هي فعلاً بس للأسف كانت خلاص هربت وما كانوش عارفين هي راحت فين حتى بس بعد سنتين من البحث عنها أخيراً أبضوا عليها بعد ما اكتشفوا إنها غيرت اسمها مرتين مرة لشانن وبعد كده لجينة وكان عندها صفحة على الفيسبوك وعيش حياتها لكنها ما عملتش أي حاجة وكانت شغلة في جيم وسكنة في مكان حلو كل ده ومحدش كان عارف الشيطان اللي عايش وسطهم والحاجات اللي هي عملتها وده خلاني الصراحة أفكر إحنا كانوا واحد بنعدي وسطه كل يوم سواء في الشارع سواء جرنة وما نعرفش الشخص ده عمل إيه أو تاريخه كان عامل إزاي شيء مرهب واكتشفوا كمان إنها حاولت تكمل نفس المحتوى اللي بيتر كان بيعمله وحتى كانت بتتواصل معاه في السكن وكانت مأجرة ناس تسعدها كمان واحدة باسم دورثية وسواء تكسي باسم أليكزندر واللي كان مسؤول عن خطف الأطفال وكمان اكتشفوا إن كان عندهم ممول سري والممول ده ما كانش شخص عادي عشان كان دكتور مشهور في البرازيل باسم هايال ولما قبضوا عليه اكتشفوا إن معاه 37 ألف صورة وسبواميد فيديو لأطفال على الكمبيوتر بتاعه دكتور يعني شخص أنت بتأتمنه على حياتك وما كانش بس بيساعدهم بالفلوس عشان ساعات كان بيكلم بيتر ويقوله على طرق شيطانية ممكن يستخدم بيها المخدرات في الفيديوهات بتاعته ده غير برضو إن بيتر على الموقع الشيطاني بتاعه كم مرات بينزل زي بوستات بيخلي فيها الناس تقوله هم عايزين يشوفوا إيه في الفيديوهات اللي حيعملها بعد كده أنا مش مصدق إن دي كانت حاجة فضلت شغالة لمدة أربع سنين كاملين شيء فعلا مرعب أما بالنسبة للبنات اللي قلت عليهم فليزا وديزي نيجيو ولكن بإصابات جسدية ونفسية عمرهم ما هيتعافوا منها أبدا أما بالنسبة لأختهم الكبيرة باربي فللأسف ماتت بعد ما بيتر خنقها بحبل في فيديو من فيديوهاته الشيطانية وبعدها دفنها في حفرة في المطبخ بتاعه بس يمكن أكتر حاجة عصبتني في القضية دي إن بيتر في السجن كان بيطلب أكل معين وعنده تلفزيون وتلفون أكنه قاعد في قوتيل مش في سجن وكمان جزء كبير من الأدلة اللي ضده مرة واحدة اختفت كلها بعد ما نار ولعت في المبنى بدون أي سبب ومن الحاجات اللي اتضمرت كانت اللطب الكاميرا وكرت الميموري بتاعه فيعني صدفة غريبة والموضوع مدايقني لأن كده في ضحايا كتير ومزنبين أكتر ما نعرفش عنهم أي حاجة بسبب تدمير الأدلة المفاجئ ده وعشان كده ناس كتير قالوا إن ده أكيد من الصدفة وفي ناس تانية شكوا في المحامي بتاعه عشان المحامي أصلا حاول يشتري أهالي الضحايا بالفلوس عشان طبعا ما يتكلموش بس الخطة دي فشلت وكلهم حكوا اللي حصل وعشان كده في ناس بتقول إن أكيد المحامي دفع رشوة لحد من الشرطة عشان يولع في الأدلة بس كده كده القضية كانت قوية من غير ما يكون فيه أي دليل مدي ضده أصلا ولو كل ده اختفى فكده كده المحكمة والشرطة عندهم الفيديو الشيطاني اللي كان بإسم تدمير ديزي وعشان كده في 2018 المحكمة حكمت علي والبنتين اللي بيساعدوه بالسجن المؤبد مع إنهم كانوا بيطلبوا إن حكم الأدام يرجع تاني عشان يتعدم بالرصاص ولكن للأسف ده ما حصلش أما بالنسبة لدورثية وأليكزندر فخدوا 9 سنين سجن أما بالنسبة للدكتور المشهور فخد من 11 ل 26 سنة سجن وفي 2022 المحكمة زودت الحكم على بيتر بمية 29 سنة زيادة بمعنى إن عمره ما هيخرج من السجن تاني أما بالنسبة للموقع فطبعاً اتقفل والمعلوماتكو عشان شفت ناس كتير قلقت من الفيديو اللي فات لما برضو تكلمت على شوية مواقع وكده عالم الدارك ويب مرعب ومجهول ومستحيل نعرف عنه أي معلومة أو أي موقع أو حتى معلومة مؤكدة إلا لما الشرطة تقفل الموقع وتقبض عن ناس الوراء يعني زي ما شفته أول ما ماثيو صرب الفيديو اتقبض عليه على طول وحتى صاحب موقع سيلك رود اللي كان أكبر وأخطر موقع الديب ويب اتقبض عليه وتقفل برضو وعشان كده معظم الفيديوهات اللي بتنزل عن نت واللي الناس بتقول إنها من الدارك ويب وكده مش حقيقة عشان الحاجات الحقيقية مفهاش هزار وأكيد مش هتفضل عن نت واليوتيوب عادي كده الكلام ده الشرطة مرقبية 24 ساعة وأي شخص الشرطة بتشك فيه بتقبض عليه على طول سواء شرطة محلية أو FBI وطبعا الحاجات اللي بتتسرب بتتشال بسرعة جدا وياريت برضو الناس الكتير اللي بتفتي وبتقول إنها دخلت على الدارك ويب والكلام ده تبطل تقول معلومات مصصحيحة ياريت نبطل نحاول نجذب في الحاجات دي عشان الموضوع ده خطر جدا ومش عشان شوية لايكات تودي نفسك في ده فزي ما شفته في قضية الطفل المصري وقضية بيتر الشرطة كده كده هتعرف تجيب الفعل بس الموضوع ممكن ياخد وقت مش أكتر أما بالنسبة للأهالي فياريت تعرفوا أطفالكو بيعملوا إيه كويس يعني لو شكين إن ابنكو أو حد من العيلة بيعمل حاجات غريبة ياريت تنبيه حد أو تقوله الحد وبكده تكون قضية النهاردة خلصت يمكن من أكتر القضايا المرعبة اللي أنا غطيتها في القناة وعايز أقول لكم إن إحنا كنا عايزين نعملها أصلاً في 2021 بس يعني خسينا أن لا مش وقتها وسبحان الله وقتها جد الوقت وإن شاء الله أشوفكم في القضية الجاية والفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة